تنفذ السلطة المحلية بحضر موت أعمال إزالة العشوائيات ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري لتحسين عاصمة المحافظة وإزالة مظاهر السطو والتشويل المصالح العامة بمدينة المكلة وتتضمن الأعمال إزالة العشوائيات ومخلفات الرجم والبناء وتأهيل الشوارع وتحسين الأرصفة وإزالة السيارات المتهالكة وشدد محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي على إزالة أي مظاهر عشوائية تشوه مدينة المكلة مؤكدا عدم التهون مع مشوهي المدينة أو كل من يسطو على المصالح العامة وأكد المحافظ خلال تفقده أعمال إزالة البناء العشوائي بالمصالح العامة بديس المكلة وأحياء الشرج أن حملات الإزالة ستتواصل ولن يسمح لأي شخص أو جهة البناء في المصالح العامة للدولة ترجمة نانسي قنقر